فيلم النهاردة مستوحى من رواية الموت البطيء للكاتب جاليرمو مارتينز وبيبدأ الفيلم بكلوستر وهو في حفل توقيع روايته الجديدة وبعد ما بيخلص شرح محتوى روايته اللي بتتكلم عن الانتقام والعدالة السماوية كل الموجودين بيسقفوله والصحفيين بيحاولوا ياخدوا منه حديث صحفي وهنا بيقرب ستيبان منه وبيعرفوا انه لوسيانا مستنياه وبيفهموا انها عايزة في موضوع يخص فالنتينا وبيهددوا انها هتفضحوا لو رفض يقابلها وفعلا بيروح لها وسط مطاردة من الصحفيين والمعجبين لحد ما الامن بيبنعهم انهم ما يمشوا وراء ووقتها بيطلع للدور التالت فبيقابل لوسيانا اللي بتكون واقفة جنب الشباك وبيكون ستيبان عينوا عليهم من القاعة الرئيسية في الدور الارضي في المكتبة لكن لما بيقرب واحد من الصحفيين وبيسألوا عن سبب وجوده هنا مع انه اضطرد من الشغل بيعرفوا انه هنا بسبب موضوع تاني بس فجأة كل الموجودين بيسمعوا صوت ارتطام جسم بالارض وهنا احداث الفيلم هتتقسم له جزئين جزء حصل في الماضي من 12 سنة وجزء تاني حصل من فترة قريبة في الحاضر في الاول بنرجع بالاحداث ل12 سنة فاته لما كان كلوستر في مكتبه في البيت وبيملي لوسيانا روايته الجديدة وهي بتكتب وراه على الآلة الكاتبة وبعدها بيطلب منها تجيب له ملف مسودة الرواية وهنا بنته صغيرة باولي بتسأله اذا كان خلص شغل علشان يلعب معايها فبتعرفها لوسيانا انها هتخلص شغل مع باباها وبعدها هيلعبوا مع بعض وبعد كده لوسيانا بتعرفوا انها عملت بحث عن انواع الفطر زي ما طلب منها وبتوري له رسم النوعين من الفطر متشابهين والفرق الوحيد بينهم هو شكل الجزور وبتعرفوا ان الفطر اللي جزوره متشعبة هو فطر سام جدا لكن النوع التاني هو نفس النوع اللي مامتها بتعمل منه في طيرة عيد جوازها كل سنة وبيبقى واضح ان اهتمام كلوستر بيها من شغل وبس وبعد ما لوسيانا بتخلص شغل بتلعب مع باولي في قضيتها وبتعرفها ان عندها اخت صغيرة اسمها فالانتينا قريبة منها في السن وهنا مارسيديس مامت باولي بتطلب من لوسيانا انها تروح وقبل ما بتمشي بتعتذر لها لانهم بيخلوها تتأخر عن مواعيد شغلها علشان تلعب مع باولي فبتفهمها انها بتحبها وممكن ترتب يوم تتقابل فيه مع اختها الصغيرة ويلعبوا مع بعض وفي نفس اليوم بالليل كلوستر بيلاعب بنته وبيبقى واضح ان هما مرتبطين ببعض جدا وبنرجع بعدها للوقت الحاضر بيكون ستيبن في مكتبه في الجريدة وبيكتب مقال صحفي وقبل ما رئيسه بيسيب المكتب بيطلب منه يخلص المقال اللي معاه ويسلمه الساعة تسعة وبعدها بيجي له اتصال من رقم غريب ولما بيرد عليه بتكلموا ليوسيانا وبتفكروا انها كانت المساعدة بتاعته فبيفتكرها وبيقولها انهم كانوا شغالين مع بعض من عشر سنين وبعدها بيروح لها لبيتها وهناك بتعرفوا انها عايزة يساعدها وبتقولوا ان كلوستر اتشهر بسبب رواية ملاها ليها وهي كتبت هالو وبعدها بتعرفوا انه بيقتل عالتها واحد ورد تاني وهنا بيبان على ستيبن انه مش مصدق كلامها فبيتعرفوا انها حاولت تمنعه لوحدها لكنها ما ادرتش ودلوقتي الدور جاي على مامتها وبتفهموا انها شافته في المحل اللي موجود تحت دور الرعاية اللي مامتها فيها وبتطلب منه ينشر اللي عمله معاها فبيفهمها انه ما يقدرش يكتب حاجة عن اللي هي بتقوله ده لانه ما فيش دليل على ان كلوستر قاتل فبتفكروا انه لما عرفها به كان غامض ومنطوي وما بيظهرش في اي اماكن عامة لكن بعدها لما بدأ يقتل عالتها بقى يظهر في اماكن عامة علشان يكون عنده حاجة غياب مقنعة للمحققين وبعدها بنرجع تاني للماضي لما لوسيانا راحت لبيت كلاستر في معاد شغلها ووقتها كانت مراتو مارس بتستعد انها تخرج مع باولي اللي بتدي لوسيانا رسمة بتكون رسمها فيها معاها هي وبابها ومامتها وبعد كده بتسلم عليهم وبيخرجوا وهي بتدخل للمكتب علشان تبدأ شغلها وبعدها بتقابل كلاستر وبيتناقشوا مع بعض في مبدأ الثواب والعقاب فبيعرفها ان مارس مراتو كانت راقصة بالي لحد ما واحد خبطها بعربيته فتسبب لها في اعاقة في رجلها ودمر مستقبلها في رقص البالي وهي كانت راقصة بالي موهوبة وبيفهمها انه لو كانت عاقب بان حد قسر له رجله برضو هيكون عقاب غير كافي لي لان ما فيش مقارنة بين الضرر اللي سببه المارس وبين كسر ممكن يكمل حياته ويرجع يشتغل بيه عايزي جدا فبتقوله انها وجهة نظر تحترم مع انها غريبة شوية وبعد كده بيتكلمه عن ستيبن اللي رشحها للشغل مع كلاستر وبيعرفها انه بيبعث له روايات كتير من تأليفه وبيقلم منه رأيه في كتاباته فبتقوله ان ستيبن بيكتب بسرعة لكنه مش موهوب زيه ومرة واحدة بيحاول كلاستر ان هو يتحرج بيها فبتتصدم وبتسيبه وتمشي ولما بتخرج من عنده بتكون منهارة ومش مصدقة اللي حصل ولما بترجع مارس للبيت عندها بتعامل بنتها بعنف وبتفهمها انها تعبت منها وهنا بيتدخل كلاستر وبيطلب منها تتعامل معاها بهدوء وبعدها بتاخد حبوب مهدئة وبتفهم جزها انها بتحاول تكون هادية لكنها ما بتقدرش فبيعرفها ان متفهم حالتها النفسية وبيطلب منها يخرجوا بكرة هما التلاتة مع بعض فبتفكروا انه هيبقى مشغول بكرة مع لوسيانا فبيعرفها انها مش هتشتغل معايا تاني لانها هتكمل دراستها وفي نفس الوقت بترجع لوسيانا لبيتها وهي متضايقة جدا ولما مامتها بتطلق منها تتغدى مع أخوتها بترفض وبتدخل قضتها فبتدخل مامتها وراها وبتعرفها لوسيانا انها مش هتشتغل عند كلوستر تاني وتاني يوم بتروح مع مامتها للمحامية وبتعرفها انها هتسيب الشغل عند كلوستر وعايزة تاخد منه كل حقوقها بالقانون فبتجمع المحامية حسابها عنده وبتوري لهم الرقم فبتقول لها الأم انه مبلغ كويس لكن المحامية بتقول لها ان ده المبلغ اللي هيكلبه منه لكنه في الغالب هيماطل ولو دفع نصه يبقى كويس فهنا بتعرفها الأم ان كلوستر اتحرش ببنتها ووقتها المحامية بتفهمها ان ذكرى موضوع التحرش هيخلوهم ياخدوا منه مبلغ أكبر ومش هيماطلهم في الدفع وبنرجع تاني للوقت الحاضر ولوسيانا مع ستيبن في شاقتها اللي بعد ما بيعرف اللي كلوستر عملوا معاها بيعتذر لها لأنه سبب معرفتهم ببعض وهنا بتسأله إذا كان هينشر ان كلوستر قتل علتها ولا لأ فبيقول لها ان الموضوع صعب وانه ما يقدرش يعيدي واحد صاحب نفوس زيه فبتفهموا انه هو كمان عنده طار معاه وبتعرفوا انه هو اللي منع الناشرين انه هما يتعاملوا معاه وينشروا ليه رواياته وبتقولوا انها لازم تحمي أمها وأختها اللي فضلين ليها بعد ما قتل باقي علتها وبعدها بتوصلوا للباب وبتطلق منه يفكر في الكلام اللي قالته له وبنرجع تاني للماضي وبنروح للمعادل اللي حددوه للتسوية مع كلوستر وبتقول لوسيانا ومامتها والمحامية مستنيينه ووقتها بيوصل وبيسألهم عن المبلغ المطلوب ولما بيعرف المبلغ بيكتبوا في شيك وبيدهوا لها وبيخرجوا وبيسيبهم ولوسيانا بتستغرب وبتقولهم انها عمرها ما شفيته في الحالة دي فالمحامية بتعرفها ان مراته وبنته ماتوا من يومين وتاني يوم بتكون لوسيانا منهارة في قضتها وهي بتبص للرسمة اللي باولي رسمتها ليها وبعد كده باباها بيدخل قضتها وبيطلم منها تروح معاهم للمصيف وبيفهمها ان هي ملهاش زنب في اللي حصل لعائلة كلوستر وتاني يوم بتكون لوسيانا مع عائلتها على شط البحر ولما بيحتاجوا المياه بتروح تملى ليهم إزاست المياه فبتتفاجئ ان كلوستر موجود في الكافيه فبيبين عليها الخوف وبعد كده بتعرف أهلها انها شفيته فأخوها راميرو بيفهمها ان واحد زي كلوستر مش هيصيف في مكان زي ده وانه يقدر بفلوسه يروح لجزر الكريبي فبتعرفوا انها قالت له انهم عندهم بيت هنا وهو أكيد جاي وراها فبتقول لها مميتها ان ما فيش سبب يخليه يعمل كده خصوصا انها مرضتش تصرف الشيك لانه صعب عليها وتاني يوم بتكون لوسيانا مع أختها الصغير على الشط فبتحصل عاصفة جديدة فبتاخد أختها وبتدخل للكافيتيريا ووقتها باباها بيسألها عن أخوها راميرو اللي بيشتغل حارس إنقاذ فبتعرفوا انها ما شافتهوش على الشط بس للأسف بيتفاجئوا بعدها النمات ولوسيانا بتشوف كلوستر بين الناس اللي وقفين حواليه لكنه بيختفي بعدها وبعد كده بتتمى مراسم حرق التابوت بتاعه وبتكون لوسيانا منهارة جدا وباباها بيحاول يواسيها وبعد كام يوم بتكتب جواب لكلوستر وبتبعته له وبنرجع تاني للحاضر بعد ما ستيبن بيخلص المقالة اللي كتب فيها كل حاجة لوسيانا حكتهاله وبيروح يقدم المقالة الرئيس التحرير اللي بيقوله إنه ما يقدرش ينشر الكلام ده وبيفهمه إن الجورنال بقاله فترة بيحاول ياخد من كولوستر حديث وهو مش موافق وهنا ستيبن بيسأله لو قدر ياخد حديث من كولوستر هينشر له المقال فبيقوله إنه وقتها هينزل صورة كولوستر على الغلاف ومقاله هيتنشر وبعدها بيتصل كامباري سكرتير كولوستر بيستيبن اللي بيشكره لإنه تصل به بعد الرسالة لسابهاله وبعدها بيطلب منه إنه يعمل مقابلة صحفية مع كولوستر ولما كامباري بيقوله إنه كولوستر بيرفض إجراء أي مقابلات صحفية بيطلب منه يقوله إنه عايزه بخصوص موضوع لوسيانا وهنا بيسكت كامباري وبعدها بيقوله إنه هيبلغه وبنرجع تاني بالأحداث للماضي في يوم ذكرى جواز أم لوسيانا وأبوها وبيتصل بيها أخوها برونو وبيعرفها إنه أمها عملت فطيرة الفطر اللي بتعملها كل سنة في ذكرى جوازها وهنا بتاخد ماميتها التليفون وبتكلمها وبتعرفها إنها كانت بتتمنى إنها تكون معاهم فبتفهمها إنها مضطرة تكون في المدينة علشان دراستها وبعدها بتنهي المكالمة معاها وفي نفس اليوم بالليل بيجي لها اتصال من برونو بيعرفها فيه إنه أمهم وأبوهم تعبوا وإنه نقالهم دلوقتي بالإسعاف للمستشفى العام ولما بتروح المستشفى بعدها بتعرف من أخوها إن أمهم حالتها حرجة وإن أبوهم مات فبتنهار وبتعرفوا إن كلوستر بينتقم منها وبتقوله إنها حكيت له على الفطر اللي أمها بتعمل بيه فطيرة عيد جوازها وبعدها بتفقد القدرة على التنفس فأخوها بينادي على الممرضة وبنرجع نشوف المشهد اللي بيوصل فيه جواب المحكمة لبيت كلوستر فبتستلم مارس مراته وبتكتشف إن لوسيانا رفع قضية على جزءها بتهمة التحرش ووقتها بتاخد علبة المهدئ كلها وبتنتحر وأثناء كده بتغرق بنتها في البانيو وما بتلاقيش حد ينقذها ولما كلوستر بيرجع للبيت بيكتشف إن مراته انتحرت وبيشوف جنبها اختار المحكمة ولما بيدور على بنته بعدها بيلاقيها غرقانة جوه البانيو فبينهار وبيفضل يصرخ وبعد فترة بتجبر فالنتينا أخت لوسيا وبتبقى فسانوي وبرونو بيبقى تخرج من كلية الطب وبيشتغل دكتور في المستشفى العام وعلى الفطار برونو بيسأل فالنتينا إذا كانت قدرت تكون صدقات في المدرسة فبتعرفوا إن زمايالها ما بيردوش يقربوا منها بسبب إن اختها بتوديها وبتجيبها وربضة إنها تخرج معاهم لأي مكان لوحدها وحتى تدريبات البلي هي اللي بتوديها وبتجيبها منها فبيفهمها إنها بتعمل كده علشان خايف عليها وفي نفس اليوم بالليل بيكون برونو في عربيته بعد ما بيخلص شغله فبيتفاجئ بواحد بيفتح باب العربية وبيطلعوا منها وبينزل فيه ضرب وبيقولوا أنا مراتي لي أنا وبس وأنا شفت الرسائل الغرامية اللي انت بعتها لها وبيحطوا له رسالة منهم جوه بقه وبيكمل ضربي فيه وبعدها بيوصل للمحقق رامو وبيكون برونو جثة جوه كيس الموت جنب عربيته ولما رامو بيبلغ لوسيانا إن أخوها كان في علاقة مع واحدة متجوزة وجزها شاف رسالة من رسائل الحب اللي بعتها لها فأتلوا فبتفهموا إن أخوها ما كانش مرتبط بحد وإنه لو كان مرتبط كان أكيد هيعرفها ولما بتسألوا الرسائل دي كانت موقعة من برونو فبيقولها لأ وبيفهمها إنه مستغرب لأن القاتل كان في السجن بيقضي عقوبة 25 سنة سجن بتهمة القتل العمد وبيقولها إنه مش قادر يفهمها وهيرب ازاي فبتعرفوا لوسيانا أن كلاستر هو السبب في موت أخوها وده لأنه بيرسل السجناء من فترة كبيرة علشان ياخد منهم أفكار لرواياته وبنرجع تاني للحاضر لما رئيس التحرير بيعرف ستيبن إن كلاستر حدد له معدل المقابلة ولما بيروح له بيخليه يقرأ المقال اللي كتبوا عنه فبيعرفوا إنه مالوش أي علاقة بأهل لوسيانا اللي ماتوا وبيقوله إنه كان موجود في المدينة السحلية اللي هي وأهلا بيصيفوا فيها لأنه حس إنه مش من العدل إن هو وبنته ومراته يموت بسببها وهي تروح تصيف فتعمد إنها تشوفه علشان يفكرها بالعملته وبيعرفوا إنه لما أخوها مات حس إنها عدالة السماء إن أخوها يغرأ زي ما هو بنته غرأت وبيفهموا إنه أكيد ما غرأش أخوها لأن أخوها كان منقص بحري في العشرينات وهو راجل كبير ولما ستيبن بيعرفوا إنها صدفة غريبة إن أبوها يموت بنفس الطريقة اللي هو ذكرها في رواية من رواياته بيعرفوا إن فيه ألاف من قراءه قرأوا الرواية وممكن يكون أي واحد منهم هو العمل كده أما موت أخوها برونو ففيه مجرم هو العمل كده والشرطة مسكته خلاص وبيأكد له إنه فعلا بيراسل مساجين لكنه بيراسل معاهم قطاعات مختلفة من الناس فبيقوله ستيبن مش غريبة إن الصدفة الكتير دي كلها تتجمع مع بعض فبيقوله إنها عدالة السماء إن هي لما تسببت في موت أعزة اتنين ليا يموت لها هي تلاتة وبيعرفوا إن لوسيانا نفسها حسد بالذنب لإن موت بنته ومراته كان بسببها وبعتت له جواب فعلا بالمعنى ده وبيوريله الجواب وبعدها بياخدوا يوريله صورة مراته هي بليرينا وبيعرفوا إن الدكتور النفسي بتاعها قاله إن حالتها دلوقتي تشبه البلورة المتصدعة وأي حركة من مكانها هتنهار وتتفتت وده بالضبط اللي عملته فيها لوسيانا وبيفهموا إنه لوسيانا عندها هوس به وعشان كده أخوها حطها في المصحة الفترة علشان يعالجها وبعدها بيقوله مش غريبا إن لوسيانا تلجأ لواحد زيك كان بيبعث لي مستودات كتابته علشان تاخد رأي فيها وطبعا أنت أكيد بتغير مني وبتكرهني علشان كده موافقها في الجنان اللي هي بتقوله ده وبعد كده بيطرده وبعدها بتروح لوسيانا هي وأختها يزوروا أمهم في دار الرعاية ولما بينزلوا من عندها بتشوف لوسيانا كلوستر في محل تحت دار الرعاية وهنا بنرجع لما رئيس التحرير كان بيطلو من ستيبان إنه يخلص مقالة كلوستر ولما بيعرف ستيبان إن في حريق حصل في دار مسنين بيروح علشان يغطي الخبر وهناك بيعرف إن مامة لوسيانا ماتت في الحريق ووقتها لوسيانا بتقوله إنه لو كان سمع كلامها ونشر المقال مامتها ما كانتش هتموت وهنا بيعرف ستيبان إن فيه واحد على موتوسيكل سكى بالبنزين تحت المبنى وبعدها ولع فيه والشرطة قدرت تقبض عليه ولما بيشوف الحاجات اللي كانت في شنطته بيلاقي معاهم كتاب لكلوستر وبعدها بيطرد ستيبان من الجريدة لما كلوستر بيستخدم نفوزه مع مجلس إدارة الجورنال اللي هو بيشتغل فيه فبتسمع لوسيانا أختها بتتكلم مع صاحبتها عن كلوستر وبتكتشف إن أختها بتزوره وبتشتغل عنده زي ما هي كانت بتشتغل عنده زمان فبتروح لستيبان وبتطلب منه يخليها تقابل كلوستر فبيعرفها إنه النهاردة عنده حفل توقيع كتابه الأخير وهنا بنرجع مرة تانية لأول مشهد في الفيلم لما ستيبان بيعرف كلوستر إنه لوسيانا هنا وعايزة تقابله ولما بيطلع لها كلوستر بتطلب منه ما يقتلش أختها وبتفهمه إنه انتقم منها كفاية فبيعرفها إنه حقق أعدالة السماء فهي قتلت له بنته ومراته وهو قتلها عائلتها ولما بتسأله أعمل إيه علشان ما تقزيش أختي بيقول لها الأمر يرجع لك وأنا أوعيدك إني هسيبها عايشة ومش هقزيها فبتقرر لوسيانا إنها تنط من الدور التالت وبتنزل ميتة ولما بيروح ستيبان يحضر مراسم الجنازة بيلاقي هناك كلوستر مع أختها ولما كلوستر بيشوفه بيطلب من فلنتينة إنها تسيبهم لوحدهم فبيقول له ستيبان أنا الحد دلوقتي مش قادر أحدد إنت قاتل وظالم ولا بريء ومظلوم فهموا إنه هيعيش مع فلنتينة فبيقول له بس دي قاصر وإنت أكبر منها بكتير فبيقول له إنها مش ممنع فرق السنة ده وإنها تعويد لي من عدالة السماء على حياتي اللي أنا خسرتها بسبب أختها وبكده بيكون خلص فيلم النهار ده لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي